مع اقتراض الذكرى المئوية لوعد بالفور التي تصادف في الثاني من تشرين الثاني جددت القيادة الفلسطينية موقفها المؤكد والمطالب بريطانيا بضرورة إلغاء الاحتفالات التي تنوي إقامتها بهذه المناسبة والتي يعتبرها الفلسطينون أنها كانت سببا في نكبتهم فيما أكدت الخارجية أنها ستلجأ إلى إجراءات قانونية بحق بريطانيا إذا ما أصرت على ذلك يمكن التوجه إلى الخطوات الأخرى الدبلوماسية التي تعلق بمخاطبة هيئات المختصة في هذا المجال تقديم شكاوة، رفع قضايا على الحكومة البريطانية في داخل بريطانيا أو أينما يتيح ذلك أو يمكن أن يكون ذلك متاحا في أي جهة اختصاصية بهذا الإطار وبهدف إعلاء الصوت والتأكيد على رفض كل الإجراءات التي تعمل بريطانيا عليها لإقامة هذا الاحتفال شكلت لجنة من مختلف الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لإحياء هذه الذكرى وبدأت نشاطات منذ الأسبوع الماضي أمام مختلف المؤسسات البريطانية في فلسطين تأكيدا على ضرورة اعتذار بريطانيا عن هذا الوعد وتصويب مواصفه بالخطأ التاريخي بحقهم حتى يتم إرسال رسالة سياسية كبرى إلى العالم أجمع إلى بريطانيا على وجه الخصوص التي ما زالت تصر على مواصلة جريمتها بأن تحاول إحياء هذه الذكرى المشؤومة وتحولها إلى احتفاءات على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى حساب الدم الفلسطيني ومعاناة الفلسطينيين هذا الوعد الذي أعطاه أرثر بيلفور وزير الخارجية البريطانية عام 1917 اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين فيما يطالب الكل الفلسطيني بضرورة قيام بريطانيا الآن بالاعتذار لهم والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية